السؤال بعد كده بيقول لا وسمحت يا سيدنا الشيخ ليه ورث عند إخواتي وأبويا متوفي بقاله 30 سنة طلبت منهم كثير ولا حياته لمن تنادي ايه الحل يا سيدنا الشيخ السؤال دوت سؤال مهم لأن احنا هذا نوع من أنواع أكل أموال الناس بالباطل اللي ممكن يفضي بالإنسان أنه يقع في كبيرة هي يعني ممكن تكون مش عايزة تعمل أن هي محتاجة المال لكن هي لا تريد أن تصل إلى حد أن تعمل إيه أن ترفع عضية إذا كان ليس هناك سبيل للوصول للمال وأنت تحتاجين إلى هذا المال وأنت تحتاجين إلى هذا المال وبتسألي هل يجوز أن أنا أطالب إخواتي اللي منعوا عني المال المحتاجة أنا إليه أنه هل يبقى إثم علي أن أنا أصل به وأطالب به بالقضاء لا ليس عليك إثم ايه الحل طالبي بمالك بكل ما تستطيع أن تصل إليه وليس عليك إثم لأن المطالبة بالحق جائزة شرعا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لصاحب الحق ما قال إذا الإنسان عرض المسألة بشيء من الإسرار على ماله وشيء من الحماس وشيء من مطالبة المال بقوة فإن لصاحب الحق ما قال لك أن تفعلي هذا وليس عليك إثم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهد الحال ويسلح ذات البين ويذهب من القلوب الجشعة والطمع واجعلنا يا ربنا يا راضين مرضيين واجعلنا دائما نسير خلف حضرة النبي سيد مرسلين يا رب العالمين أكرمنا بالرضى في كل وقت وحين